السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الثورة السورية وفشل النخب يبدو لي أن نجاح الفرد السوري في كل مجالات الحياة وفشل من يتصدون لقيادته هذه الظاهرة صارت من الأمور التي يشهد التاريخ بتكرارها ولا تشكل الثورة السورية أي استثناء في هذا الأمر إن ما قدمه السوريون من تضحيات وما تحملوه من أذى من أجل كرامتهم وحريتهم يشكل في اعتقادي نبراسا للأجيال القادمة وعلى امتداد العالم لكن من المؤسف جدا أنه لا يكافئ تلك التضحيات سوى فشل القيادات التي تزعمت الثورة السورية مع طبعا وجود استثناءات قليلة حين يفشل من يظن أنهم قادة في تحديد أولويات المرحلة فهذا لا يعني شيئا سوى النزاع والضياع والمزيد من الاستنزاف للثورة وللبلد أيضا وهذا ما نشاهده اليوم في سورية العزيزة أستطيع القول في هذا السياق إن للثورة أولويتان اثنتان الخلاص من النظام المجرم وهذا الخلاص شرط لإقامة نظام حكم تعدديا صالح والأمر الثاني الحفاظ على وحدة البلاد وأن لا تتحول إلى كنتونات أو دول متحاربة ومتصارعة كلا الأولويتين يحتاج إلى توافق وطني بين قيادات الثورة ونخبها التوافق إخواني الأعزاء يقوم على الرضا بالحد الأدنى من المطالب لكل فريق لأنه لا يمكن أن يلتقي المختلفان في إطار صلح وتوافق وتفاهم لا يستطيعان ولا يستطيعون التلاقي إلا في وسط الطريق بحيث يتنازل كل واحد مننا عن شيء مما يعتبره مهما من أجل إنجاز التوافق الوطني الحقيقة اليوم أشاهد نوعا من التمترس تمترس يعني ليس قليلا بين الإسلاميين والعلمانيين حول مطالب هي موضع نزاع شديد بين الفريقين سوريا أشبه ببناء كبير وهو مملوك لكل أبنائه بقطع النظار عن مذاهبهم وأديانهم وأعراقهم ولغاتهم هذا المبنى مملوك لهم هذا الفضاء الوطني هذا المبنى مملوك لهم بالتساوي ولا بد من الاتفاق بين الملاك على طريقة صيانته وحمايته وسبل الانتفاع به إن لكل واحد من ساكني ذلك العقار أن يقوم بما يحلو له داخل بيته ولكن بشرط عدم إيذاء جيرانه وإيذاء المظهر العام لذلك المبنى اختلاف النخب الثورية حول شكل الدولة ودستورها قد أخر سقوط النظام المجرم وزاد في معاناة السوريين إلى الحد الأقصى وما كان لكل هذا أن يحدث لو لا تجاهل الروح الأولى للثورة وهي روح وطنية بامتياز الثورة قامت من أجل الحرية والعدالة والكرامة وضد الظلم والفساد والاستبداد لا أكثر ولا أقل ولو أننا تأملنا في أهداف وشعارات كل الثورات التي قامت في سياق الربيع العربي لو وجدنا أنها أيضا ثورات وطنية بامتياز لها نفس الأهداف ونفس الغايات الثورة لم تنطلق لتأسيس دولة الشريعة مع أن كل مطالبها شرعية إسلامية ولم تنطلق لتشيد صرحا للعلمانية أو الإلحاد وإن كان من حق الجميع أن يعبر عن آرائه وأفكاره في إطار الدستور وما يتم على هامشه من توافقات وفي إطار الأعراف الصالحة السارية البساط الوطن وحده أيها الإخوة الأعزاء هو الذي يتسع لنا جميعا ولا بديل عنه أكرر لا بديل عنه مهما شرقنا وغربنا وبحثنا عن الأفكار والمفاهيم والنظريات والتجارب لن يجمعنا لا الآن ولا بعد مئة سنة إلا البساط الوطني وقد آن لنا أن نؤجل الكثير من اختلافاتنا حتى نحقق أولويات الثورة وبعد أن نحقق الأولويات وعلى رأسها كما قلت إسقاط النظام المجرم وإقامة نظام صالح تعددي في مكانه والحفاظ على وحدة البلاد بعد إنجاز هذه الأولويات يمكن أن نختلف كما يختلف كل سياسي العالم إني أناشد كل من يشعر بآلام تشرد السوريين في الأرض أن يعملوا على بلورة ما يكفي من المفاهيم المشتركة بين القيادات الثورية قبل ضياع كل شيء لصالح القتل والمجرمين إنها لحظة تاريخية فاصلة وفارقة ومن كان عنده خير وعنده غير على أهله وعلى بلاده فيجب أن يظهر الآن هذا الخير في الحرص على التوافق وجمع الكلمة إذا لم يظهر هذا الآن فمتى يظهر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الكريم بكر ترجمة نانسي قنقر